اشتركوا في القناة بتضيع وقت الحقيقة في حاجات كتير وبتبوز حتى العلاقات الأسرية يعني بتخلي الناس كده يعني ايه يعودوا يترشقوا بالأشياء ملهاش معنا لأنه الأسرة في الأساس سكنة يعني سكنة يعني حالة حلوة يعني أنا ممكن أعمل كل حاجة والزوج ممكن يعمل كل حاجة وإحنا الاتنين نعمل كل حاجة. إيه المشكلة؟ خلينا نعرف الموضوع ده حيروح بينا لغاية فين معايا الأستاذة إكرام خليل استشاري العلاقات الزوجية مساء الخير مساء الفل ومعايا أيضا الأستاذ إيهاب معاوض خبير العلاقات الأسرية مساء الخير إيه اللي بقى حصل في المجتمع أن الناس تعد يعني تتكلم أنا بشوفها على يعني أشياء تافهة والأسرة ممكن تعدي منها بسلام من غير بقى ما نعد نحدد لستة الطلبات أنا علي إيه وانت عليك إيه بسي في بداية الموضوع إذا أعرف يعني إيه أسرة أول حاجة الأسرة هي المبنية عليها كل حاجة ده الهرم الأساسي الهرم اللي مدبني عليه حياتنا إحنا بسبب العولمة وانفتحنا على الثقافات الغريبة الغريبة عننا حاسيني أني أنا بقى إنسانة رقيعة أغير من طبيعة الأسر فعشان كده نفسي أسأل المشاهد النهاردة هل رقي يخلي عيني تاخد دور مناخيري؟ يعني أنا النهاردة خلاص سفرت باريس فقررت يا إكرم النهاردة هتغيري شكلك عشان أنت سفرتي الدولة تانية هتقرر تاخد الدور أنا عايزة أقول ربنا خلق أساس شكل مرة العصور سفرنا جينا هو الشكل الأساسي ده كتالوج الإنسان لو العين خدت دور المناخير مش هتعرف تشم ولا هنعرف نشوف ولو شكل الأسرة شكله اختلف على ربنا ربنا ده أنا كتالوج الكتالوج ده لما نيجي نتكلم فيه كستات فين حقوق المرأة إحنا فيه فرق أن أنا أتكلم على ديزاين اللي ربنا خلقه وبين حقوقي فرق كبير جدا فرق بين الخضوع والخنوع فرق بين الحب والامتلاك فيه مفاهيم مغلوطة دي ملهاش دعوة بالشكل الأساسي اللي ربنا خلقه فربنا خلق راجل لي دور والست لي دور والاتنين مش المفروض نبدل للأدوار لو الست خدت دور الراجل هتطلع أسرة مشوهة وعندي خبر نفسي أقوله للمشاهدين الأيام دي احنا بنسمع فيه أنه فيه مثلية جنسية منتشرة جدا في العالم ودايما بيقولوا المثلية دي إيه سببها أسرة مدمرة طبعا عايزين نقول فيه إدمان إيه سببه الأبحاث العلمية أثبتت إن سببت حياة الإنسان أو الطفل أساسها الأساسي بابا صح وماما صح دور بابا اللي يكون بابا يعني يكون راجل ومعنى راجل هنا ليست راجل مفتري وصوته عالي وسوري أنا أسفة في اللفظ إنه بينعر في البيت مشي أنا سوري في تستخدم انت يا بنت انت يا أخت لكن أنا بستخدم بابا خلينا أقولها بلاش تنعير خلينا أقول أنه بتكلم بالصوت عالي زيادة وفيه أم تاني اللي هي الأمة المتسلطة اللي بتلغي اللي بتصرخ طول الوقت لا تلغي دور جزها الأمة دي تطلع شخصيات نرجسية لأطفال نرجسيين وشخصيات مشوهة وجيل بعد جيل بتنتهي منظر الأسرة وبنطلع جيل مشوهة طبعا ما تبقاش أسرة الأسرة هي القاس ما تبقاش أسرة كده حقيقية فيها السكنة اللي بنقولها عليها طيب أنا حنقل الحديث لأنه معنا رجل طبعا أنا حنقل الحديث أنا عايزة أسأل يعني أسألك أستاذ إيهاب هل الأعباء الجديدة اللي بقت على الأسرة بمعنى إيه النهاردة الرجل بيشتغل وده طبيعي جدا أن الرجل يكون مسؤول على البيت بس كمان بقى فيه ست مسؤولة على البيت وفيه مرأة معيلة بتعول الأسرة بشكل كبير والمرأة المعيلة موجودة يعني في كل الطبقات اللي هي بتبقى أحيانا هي اللي بتقود سفينة الأسرة لزروف هي أم الوحدها الأب زروفه ما تنفعش الأب مسافر أيا كان هل ده اللي خلى المرأة مرهقة طول الوقت عليها أعباء بره وأعباء جوه فبالتالي بدأت تصرخ وتقول لا طب أنا بقى ما عليش توضيب التلاجر طب أنا بقى ما عليش يعني هل ده سبب من الأسباب عدم التقدير أنا يعني أنا متهم في مصر بأن أنا رجل متحيز للمرأة فأظن كلامي النهاردة هيبقى جروحي يعني لكن أنا ما زلت متوسك نعم عاكس يعني فيه هنا فيه أغلبية موجودة هنا ده أصد لجمهورك هيبقى هيبقى يعني متشكك هو ليه الرجل ده إلى أي مدى متحيز للمرأة ده يعني لكن أنا فعلا أنا أرى كده أنا أرى أن المرأة في المجتمع العربي والمصري هي مقهورة بكل أحوال يعني يعني هي مدارة لحد النهاردة هي بتنزل الشغل بتاعها وتساوي الرجل وتضهيف مصاري في البيت ورغم زيك لست وغدت ورها الأسية ما تغيرتش خلص يعني لسه بتاخد العالة وديهم مدرسة وتعمله فطار وتجي من الشغل تعملها الغداء والتمرينات وبعد كده تشبع الرجل جسديا وتشعره فجريا وتنظف له كل حاجة فهي وغدة دور الرجل في حكم الشغل وتصرف وبتساعد في نفقات البيت وفي نفس وقت ما ذيلت بتعمل دورها الأصلي يعني في البيت فلما نيجي نقول للراجل طب شارك الرجل الشرقي طب شارك في البيت ممكن تغسل التبقى يقولك أنا مخسرش التبقى أنا رجل طب اعمل مش عايفة تنظف معها لا أنا معاملش ده طب إذن أنت سمحت لها بأنها تاخد جزء من دورك وتساعدك طب ما تساعدها في الدور بتاعها فالمرأة وصل لمرحلة أنها انفجرت بقى أنت يقول لك النسبة تطلع عددت 50% النهاردة طب أنا عليا لكله طب شيل حدومك يا أخ أنا خلاص انفجرت فلحصل النهاردة أنا بحذر منه من سنين طويلة أن يا جماعة المرأة هيجا عليها دور وخالي بالك إحنا ككوتشيز ومتخصين دايما بقالنا عشر سنين بنقول نفس اللهجة ومن غيرها شي هي حفظي على بيتك الرجل لتقلبات تحملي تحملي ما عندناش بنات بتطلق ما عندناش مش عارب يا جماعة في إيه طب هل ينفع أن الناس اللي تطلع تقولك والله المرأة غير ملزمة بكذا وكذا يعني يعني إحنا كمان قربنا نقولهم مين حيفتح الباب ومين حيكوي ومين حيكلم الولاد يعني هل وصلنا للمراحل دي الكستريم ده ده نتيجة طبيعية للتطرف يعني أنا لما أفضل أضرب في حد أضربوا 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 لازم ينفجر في الآخر ويطور فاللي أنا بقول عليه اللي حصل النهار ده هو جرس إنزار من فضلك وركزوا مع اللي بيحصل شوية أنا طبعا ضد اللي بيحصل طبعا لأنه نسبة التلاقة عالية جدا طبعا أعيز أقولك للخلافات اللي زي دي كل بيقولوا ده كلهم برندات كل عايز تطلع ترند كده عشان يتشهروا كل الناس اللي قالوا ما احترامي كل الأسماء دي كلها لكن هي كلها هدفها معروفية هدفها معروفية هم مش بيصعوا لإصلاح الأسرة لكن بيصعوا لعمل ضجة في واحدة طلعت قالت الست مش مسؤولة إنها تشوح كبد الجزء بالليل وكانت بقت ترنده منشط عالي جدا 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 ما خلاص بقى الدنيا بقت كده أنا برضو خلينا برضو إحنا نكون حقنين خلينا نقول إنه في مرأة هي اللي بتربي الرجل ما هي الرجل ده الطفل بيبدأ طفل فأنا اللي بربيه فأنا كمان بربيه على إنه إيه أخته تبقى عادة حاببتي قوم يعملي لأخوكي كذا لأ معلش كذا يعني إذن كمان المرأة لازم تفكر بها بتربي الطفل الصغير إنه هو رجل المستقبل أقولك فيه فكرة عميقة جدا من الوقت اللي فات أنا بدأت أفكر قوي إيه فكرتنا عن الأم والمرأة أنا هستخدم تفسير كده شوية عندنا صورة للبقرة إنها بتحلب بناخد منها الحليب وبناخد منها اللحمة وهي مش مطلوب مننا نديها حاجة الصورة دي متاخدة إن الأم لعليها الدور إسعاد الأطفال وإسعاد الزوج وهي رمز العطاء فقط والأغز فمن ربي جيل ما يديش ماما ونيجي نسأل أي راجل كان بيجلنا ناس في الحملات إحنا كنا بننزلها في المدازل مين اللي بيربي مين اللي بيربي بيقول لك ده دور الأم فعندنا أربع صور للرجالة بس ما هي الأم بتربي عندنا صور أربع صور للرجالة الأم بدأت تقتنع بيها إن المرأة المصرية مقتنعة بنفسها في واحدة قالت لي إيه أنا أستهلت ضرب أصلا دايقته هي قلتك أنا أستهلت ضرب أه 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 اكتشفت إن دي دي حاجة ده معتقد فيه فرق من فكرة المعتقد المعتقد دي حاجة بتتكرر كتير قوي بنكررها في الميديا بنكررها في التلفزيون بنكررها فيه أربع صور للرجالة هم مقتنعين بيها طول ما أنا بصرف عليك أنت بحتاج أي طول ما بديكي فلوس تربية العيال علاجة تاني حاجة طول ما أنا باجي بابا الفزاعة فييجي بابا دوري إن أنا أجي بالليل بابا هيجي موتك يا حبيبي كلمة هي موتك دي كلمة كتيرة قوي أو أنا هكلم بابا وقول له أنت عملت ماشي أخوفه بابا البعبا بابا البعبا فإحنا عندنا صور لبابا اللي هو الصور مش موجودة مش الحقيقة وعلى المرأة كل حاجة أغلب الرجال يقولك دور المرأة لو أنا بصيت برا يبقى هي العيب عليها هي طيب أنا نفسي أيها الرجل اللي بيسمعني النهاردة ربنا ما تكشي إرادة إيه الفرق بين الحيوان والإنسان الإنسان الله داله إرادة يسيطر على عنيه وحواسه الحيوان لا يسيطر أنت أكبر بكتير قوي منك تتصغر نفسك في أن واحدة تقدر تحركك وأنك تخون عشان واحدة عدت قدامك بفستان لمواغزة مش كويس فإحنا النهاردة نفسي أقول الرجالة دوركم أكبر بكتير منك تكون خزنة ولا تكون فزاعة ولا تكون صوتك عالي أنت بابا يعني أنت رب هذا البت كلمة رب يعني مسؤول طيب أنا حنقل الكلام وارجع لكو بس أنا حرجع تاني وأقول أنا من مدرسة إنه ما هي الأم هي اللي بتربي الطفل اللي هو هيبقى رجل وهي كمان اللي بتربي البنت اللي هي هتقود الأسرة فإذا الأم والأب مسؤولين عن الأطفال اللي بيطلعوا اللي احنا بعد ما بيكبروا نقول هو ليه ابني عامل كده وليه بنتي عاملة كده تعالوا النقش ده تاني بعد فاصل الجدل الجدل الزوجي الستة تعمل إيه والراجل يعمل إيه الجدل اللي بقينا عايشين فيه حيث فيه برامج عايشة على هذا الجدل وأنا محبش الجدل اللي هو ما حد ضد حد لأنه العلاقة بيقوم بيها اتنين أنا مش عايز أظلم مثلا الدراما القديمة مش الدراما الحديثة الحديثة لا أكلمها ونقشها وأحلل فيها لكن الدراما القديمة الزمن القديم اللي هو لو روحنا لبين الأصرين ستة أمينة وستسايد ده كان الشكل القديم فهم إزاي ولكن الدنيا تغيرت لكن هل الناس مشيت مع التطور ولا واخدها بس في اللبس من بره يعني ليه البيوت مش مشية مع الشكل بتاع العائلات يعني تلاقي العائلة كده هناخد مثال الأم لطيفة اللابسة لطيف والراجل لطيف والولاد لكن جوه فيه مشاكل كتيرة جدا عشان هم فيه فكرة بتقول أهم حاجة منظرنا قدام الناس إحنا بنلعب لعبة الأسرة بس إحنا مين مش مهم شبه الأسرة بس إحنا عشكده بنربي ولاد خالتك رأيها إيه جدك رأيه إيه بابا مهم شكلنا إيه قدام الأسرة بس اسمحيلي بس ده كان كلام معلش تحت الهواء أنا يا جماعة فمحقولي النهاردة المرحوم الفنان ممدوح عبد العليم أنت شهدتي عنه شهادة النهاردة أنه كان راجل كامل الرجولة وقدر يخلي واحدة زي حضرتك تقف يقول لك يلا انزلي اشتغلي وكان يقعد هنا أنا عايزة أتكلم عن نموذج ده فيه ناس ميتة لا لا وكان بيربي بنتك بس عايشة وكان بيروح بيها التمرين وكان بيروح المدرسة أولياء الأمور وكان بيروح يجيب اليونيفورم لا ما كانش فيه عايش هيك سمحيلي أقولك هو فيه ناس ميتة عايشة فيه ناس عايشة بس ميتة والنهاردة فيه ناس أباء عايشين وسط أهل ولادهم بس هما ميتين بس هو عايش لا ده فيه أهالي يقولك هو أنا مش فاكر ابني في سنة كامل يعني أنا عايزة أقول النهاردة فيه شخص هو عشان شاعر هيقدر يحط مراته في المكان السليم ومش هيتخانق معاها مش يغير من نجاحها كمان عالفا فكرة النهارة تبقى نجحة هو ما يغيرش من نجاحها ما يغيرش منها ليه إن هو رجلت وإحنا عندنا مشكلة عدم الثقة في النفس في الراجل بيخليه مهزوز فبيقول لها إيه ما عملت ليش لي كوباية الشاي في وقتها لأ وهاتي لي كوباية مية هاتي لي كوباية مية وهو آه وإذا دورك إنتي نبقى مبسوط وهو كأنه ولوين مفيش مشكلة لو هي موجودة ما عندقاش مشكلة عايز كوباية مية الستة بتعملها بقلب وحبه وتجيب له مية وتجيب له كل حاجة مفيش مشكلة بس ما يبقاش أوامر بسي أنا عايز أقول حاجة إحنا الأدوار ربنا خلق أنا دوري كزوج أتبع ربنا خلق راس والراس دي هي التي تقود إحنا عايز أقول النهاردة لكل المشاهدين المركب اللي فيها ريسين بتغرأ الهرم لازم يكون لي راس ولي قعدة صح ربنا ما نقدرش نقوله ليه إنه خلق الراجل بإمكانيات ذهنية وعقلية إن يقود بس خلق إن الراجل ده هي تكون ضرعته التي يحميها ويحتويها ويأواها ويكون رب الله كلمة رب يعني مسؤول إن يقضرها بسي أنا باتفق معاك في كل اللي بتقولين بس أنا عايز أقل الكلام وأقول أحيانا البيوت بيبقى فيها نوع من أنواع الندية يعني إحنا دخلين الجوازة ند البعض طب أنا هشوفه عمل إيه عشان أنا عمل إيه ولو أنا متضايقة منه فأنا أكرر له كل المشاكل اللي هو ما عملش ما عملش ما عملش أو هو يكرر لها كل المشاكل ما عملتش ما عملتش إيه اللي لازم يحصل عشان البيوت تبقى طبعية لإنه الزمن تغير يعني لو بتكلم على الست أمينة ما إحنا ما بقناش الست أمينة الست بتخرج بتشتغل الست بقت وزيرة وبقت في مناصب كتيرة فأي أن كانت الست بتعمل أي مهنة بسيطة كبيرة صغيرة والراجل بيعمل نفسه إزاي نقدر نخلي البيوت طبعي بس يهو ده محتاج محتاج وقت ليه لأنه نحن متحرك في حاجة اسمها النقلة الحضرية الأسرية يعني لو إحنا جينا للغرب هنلاقي من الطبيعي جدا أن الست بتشتغل والراجل بيشتغل وكل واحد عارف دوره محددين كواس جدا جدا لكن بما إن ده دخيل على المجتمع العربي مطلوب بينا ساعدك في البيت ولا أنا لازم أكمل شغلي فعايز أقولك أن الفكر الاشتراكي في البيت أن يكون الزوجة والزوج بيشتركوا مع بعض في هذا الكيان ده ده لسه جديد علينا كمجتمع عربي فعش كده هتلاقي الكوتشنج وإحنا كمتخصيب نظهر كتير أولي من دول الأسرة محتاجة من أنها تقول لنا طب نعمل إيه طب عامل جوزي زي أنا بشتغل وهو خايف النجاحي طب أنا أعمل أساعد في الوقت ومساعد شي فده يتعدل إمتى هنا نقطة الندية إنه الناس لازم تبقى تنزل بالرحمة يعني ننزل بلاش الندية الزيادة يعني ندية جات لي بقى جات لي لأن هي مش فهمة دورها هي متخيلة إن هي بما إنها النهاردة بتشتغل فبالتالي أنا بقيت ندي لي فأرجع أقول لها لا أستني شوية شغلك دوت في فايل ومشاعرك في فايل تاني خلص سعني نفصل المشاعر عن الحقوق الواجبات تعالى نفسليها فبالتالي هي لسه لسه المسألة بالنسبة لها ملغبطة مبهمة مش عارفة تكمل إزاي يعني فأنا بقول لها لا تعالي أعرفك إيه حقوقك وواجباتك فاللي بيحصل النهاردة ده برغم إنه هو يبدو عبث ويبدو إنه هو مبالغ فيه جدا لكن فيه شقي إيجابي جدا عارفة إيه هو حكاية حط النقاط على الحروف يعني واحد ده بعتليها صفحة مبارحة بتقول لي طب الكلام ده ينفعنا الطباق قلت له أينفعي الطباق تخيلي برغم إنه هو إحنا نهارا النهاردة ننسي عبت في اللي بيحصل لكن ينفع طباق لما نهاردة يجيلي زوج بخيله بيطالب بكل حقوقه في المطلق إنه بشتغل أنا ست بشتغل وهو بشتغل وبيطالبني بإن أنا لأ روحي نظفي تخلصي شوالك وتيجي تعمليه في وضع المدارس أقف له هنا بقى أقول له لأ تعالى بقى نشفي التريند اللي شغالي كل يوم أنا مش مطلوب مني إن أنا أشتغل لك خدمة في البيط هنا هقف أقف ومسيك له الورق بقى أنا مش مطلوب مني عمل لك في البيط عارف يا شافي هعمل ده فعلا عارفة ليه لإن أنا لقيت النهاردة نموذج رجل نرجسي أو أناني ومدمر كل حقوقي فبالتالي بقول له تعالي زي حصل من فترة موضوع الأيمة ده أنا قلت أوكي يا جماعة احنا نفتح الفايل ده ونعرف الحقوق الواجبات ونركينها على جب ونخليها للطوارئ يعني آه قالوا لي إيه يعني إيهب أنت بتتكلم في أنه ينفع فعلا نعمل أيمة وكتب على جزي واصل الأمانة وبتاعه كده آه لو الراجل مشكوك فيه ما توسقش فأه بس لو مشكوك فيه اتجوزوا إزاي أصلا يا فندل ده عايز له موضوع تاني لا ده عايز له موضوع تاني ده عايز له ضيف صالونات عليه صالونات أقول له إيه ما هو أنا ما جاوزوش ما جاوزوش أصلا أنا أسفى جدا هختلف معك لا ما جاوزوش حضرتك سبعين في المامة جدا في مواصل الصالونات أصلا لا لا أنا عايزة أقولك إحنا هنبدأ نجدول الطلاق قبل الجواز طيب خليني الحقيقة الموضوع يحتاج نتكلم فيه مرة واثنين وثلاثة لأنه التربية مهمة والأسر مهمة أنا مشكورك جدا يا أستاذ إيهاب معاوض خبير العلاقات الأسرية والكلمة الأخيرة اللي عايزة تحبي تقوليها الناس تسمع لما تعملوش البيض والبقصمات والحاجات دي كلها مش على الزوجة ولا الناس ما تبصش للحاجات دي لأنها لا تقيم أسرة هقوله جميلة واحدة نعمل حاجة اسمها تنتن 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 يا رايك في التنتن دي بقى هجيب ورع وقلم ورع وراجل مثقف أو حتى ما بيقراش هقوله أنا عندي عشر حاجات أكتبها أنا بشكرك أنك بتشتغل وبتعمل 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 هذكر الكلام الحلو إن الكلمة الحلوة تصرف الغضب وبعدين أقوله أنا محتاجة منك تديني مساحة أنا ببقى تعبانة وأنا جاية من البيت أكتب خمس حاجات مش أكتر من كده ما عدش أقوله بلاش الصبع بلاش الصبع التنتن بأكتب خمس حاجات مدايقني وأقوله يا حبيبي أتمنى منك مساعدتك في الحجات طبعا أنا وافق جدا على السلوب ده لو سمحت تساعدني في كذا وكذا لو سمحت تحتاج لك في الحتة دي هو الجواز في المطلق هو موضة ورحمة لو طبقنا وخير دستور نخلي دستور بسنا دستور التنتن مهما كان الرجل حيفضل هو الرجل له كل الاحترام والمرأة هي حضن الأمان في البيت وهي حضن الأمان لأسرتها الكلام حيفضل يتجدد المهمة التربية اتنين هما اللي بيربوا أسرة هما اللي بيخرجوا بيها إلى المجتمع عشان نبقى مجتمع في الآخر سليم وصالح وقتنا انتهى في التاسعة الخميس غدا تلتقون مع زميلة العزيزة دينا عبد الكريم أما أنا ألقاكم الخميس مقبل بإذن الله بزعجم أسبحوا على الفخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر